السلام اليوم احضرت لكم Le gratin dauphino رصة كلاسيك و كم الناس يعرفوها شكوان ما تعرفش توجد بطاطا بالحليب احضرتها لكم اليوم بطريقة خاصة و اوزت فيها انتوش برسونال ما استعملت فيها نيف خوماج غابي نيف خين فرش ايبوغتان جاني متماسك غاية الغاية و في التالي على الفيديو نوري لكم كيف حضرت هذا الدجاج انا استعملت كويس طريقة سهلة مهلا و مكونات سحرية ميس سامبل باش تعطينا هذا الكروسيون بيان دوري لكم اتوفوا فيه ان شاء الله يعجبكم الطبقة اليوم احضرت بطاطا في الأول قشرت 5 حبات ثم استعملت غير بحب اضعت ملح 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 و ملح ملح مربح عطا نكسر هذه البيضات و نخلط معها كامل هذه المقادية و نميكسي كل شيء حتى نتحصل على الوضع و هذا الشيء نخدمه كما ندخلنا البطاطا في فوق نجعلها الطيب لأنني لم أغطيتها موالو و هذا الطيب غير طيب غير طيب هنا ننفري فيها بالخدمة لذلك سوف نخلطها طيبة نشان نحن نخلطها طيب غير طيب هذا هو البيض يجب أن يكون لدينا القراطين متماسك إلى الثاني لا أستطيع أن نحب المعدنس نشف يجب أن يكون لدينا المعدنس يجب أن يكون لدينا القراطين و يصبح غاية في القراطين يجب أن ندخل المعدنس تجب أن تكون لدينا القراطين تقوم بالخماش قبعا و لا تستعمل بها و لا يوجد الحليب يحتاج المعدنس تجميل اللقاء بعد كارتين أفضل خلص طيب غير طيب أموز الماء والملح و في المكاتب ٢ ميوناز نخلط هذه المقادر نحصل على خليط متجانس ندهن الوجه على كويس التوعي نشكل طبقة ندخلهم للفوق يحمارهم ندخلهم للفوق نستطيع الوجه نضيف الملح ثم 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 نضيف الملح ثم ثم ندخل المواد الدسيمة الملح و الفل كحل و المعدنوس نرى لكم كيف يجب أن يجب أن يقوم بها لا يقوم بها في التقسام ولا في الرفوض نقص هذه قطع ونضعهم في الطبسي ونزيل معهم الدجاج شوفوا كيف يجب أن يحمر جميعاً و لا يقوم بها و لا يقوم بها و لا يقوم بها و لا يقوم بها في الوقت حتى 10 مينوط لتكون لدينا القشرة هذا هو الطبق النهائي 100% استيفال يصلح على طريق السخنة و لا يوجد الكثير أعجبني الكثير هذا المنوع و لا يقوم بها و لا تنسى لا تنسى الفوتوات في الانستغرام و في الفيس بوك و نشكركم على التفاعل و التواصل في الفيس بوك و تنسى شكراً و هذه هي الفيديو ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر